اشتركوا في القناة أصحاب الفخامة رؤساء دول الحكومات أضاء اللجنة التوجهية للنباد السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للنباد السادة الحضور لقد تشرفت بناء على ثقتكم الغالية بتولي رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نباد في فبراير 2023 واليوم ينعقد اجتماعنا في وقت يمر فيه العمل الأفريقي المشترك بمرحلة نفصلية تزامنا مع انتاء الخطة العشرية الأولى من أجندة 2063 التنموية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع ناقش رؤية النيباد التنموية ودورها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 كما تحدث خلال الاجتماع كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمديرة التنفيذية للنيباد ورؤساء السنغال وغنية الاستوائية وزامبيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي بالإضافة إلى عدد من نواب الرؤساء والوزراء وكبار مسؤول الدول الإفريقية الشقيقة وفي ختم الاجتماع تقدم السيد الرئيس بالشكر لرؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية مؤكدا مواصلة العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر